بسم الله الرحمن الرحيم النهار ده بقى مش هقولك الوصفة ولا هقولك فيديو جديد هقولك مشروع مربح جدا ايوه مشروع انا كنت بشتغل فيه فترة بعد الفواكه المجففة دي بطلعها بالشكل ده او بطلعها الوان لوحدها سادة حسب الطلبية اللي بيجيلي وكمان الحجم ده الحجم الكبير لان الناس اللي طلبين دلوقتي طلبين الحجم الكبير ممكن تقطعي اظهر من كده كمان يعني مكسب مربح جدا هقولك على الاسرار وازاي تطلع النتيجة الحلوة دي وتعملي لو عازة تعملي الوان سادة زي كده او تعملي مشكل زي كده بابسط واسهل حاجة مش مكلفة وخالص جدا ومش هتشتري اي ادوات وكمان بحاجة زمان تشايفة احنا بنرميها ما بنستخدم تهيش وشايفة الشكل عامل ازاي طريقة سهلة ومضمونة وقلت هقولك على المعلومة دي عشان لحد حبيب يستفيد طبعا زمان تشايفة البطيخ ايوة البطيخ اللي احنا بنجيبه طول الصيف بنكله ونرمي القشرة دي لا جامع القشرة دي كنز جدا مهم زمان تشايفة كده انا بجيبها بقطعها بالشكل المربع ده عشان يسهل علي التقطيع والتأشير بشيل البطيخ الاحمر اللي فيها اهم حاجة تخليها الشكل ده وبشيل القشرة وبقطعها على شكل الصوابع ده عشان اقطعها مربعات صغيرة انا بعملها الاول مكعبات كبيرة شوية كده عشان تستحمل تقدر تستحمل وتحمل معايا السوا وبعد كده بعد ما بخلصها واثناء التعبية بقطع حاجات اظهر من اللي انت شايفة حسب الطلبية في ناس بيبعوزانة حجمي كبير وفي ناس بيبعوزانة حجم صغير انا بعملها الحجم ده وبعد كده اثناء التعبية بقطعها اظهر من كده كمان يعني المكسب ضعف طبعا دي عندك تنصب الطيخة اتعطاها بالشكل ده ولازم بقى اعيرها عشان حسب الكمية يعني هديك مقادير مظبوطة حتى لو عندك اكتر من 20 كيلو بتجيبي كده الحاجة البطيخ اللي عندك وتقشريه كله وتجيبي اي حاجة تعيري بيه عشان تعرفي انت بتشتغلي على كم كباي مهم جدا الطريقة والمقادير عشان يطلع معاك الحاجة مظبوطة طبعا انا عيرت كل الكبايات اللي انت شايفها دي تلعت معايا بالزبط 6 كبايات ونص يعني 6 كبايات من قشر البطيخ طبعا زمان تشايفها هيدوني نتيجة وكمية كبيرة جدا وكمان هقطع منه كمان زمان تشايفها أثناء التعبية طبعا كده انا عرفت الكبايات اللي عندي الكباي اللي انت شايفها بتاعة الميا دي نفس الحجم الكباية التانية طبعا هنا 6 كبايات ونص من البطيخ خدوا 3 كبايات وربع من الميا نصوهم بالزبط استخدمي الطريقة دي والمقادير رشيط لها معاك مظبوطة نحطيت 3 كبايات وجبت الربع كباية كده انا غطيت بس البطيخ بتاعي هروحها من 4 عشان ابدأ اسوي فيه انا مش عاوزة تسوية كاملة يدوبك كده يخش على اللون ده انت هتعرفي لما يبدأ شكله تغير وتديك اللون ده وتجيبي حباية كده دوس عليها تلياترت شوية خلاص كده اتزبطت هروح اصفيها عشان لزا هكامل الشغل تاني صفيتها كويس جدا ما فيهاش اي ميا استخدمت هنا بقى 3 كبايات وربع من السكر البودر نص الكمية زي ما انت شايفها المقدار ده مقدار الماء زي ما قدر السكر يعني عندي هنا 6 كبايات من 6 كبايات ونص من البطيخ حطيت عليها 3 كبايات وربع من السكر البودر نص الكمية انت بقى عائر الكمية اللي عندك نصها بالزبط بقى سكر بودره طبعا سكر ما كلفناش حاجة واحنا طحنينه في البيت وما كلفناش حاجة لو حسبنا الكبايات دي مش هيجي اكتر من نص كيلو سكر قلبت كده كويس جدا زي ما انت شايفه بحط كوباية كوباية واقلبها عشان اندمها ادمجها كويس جدا مع المكونات بتاعتي وهقولك ان شاء الله في اخر الفيديو ازاي تعبيه وازاي تحسيبيها وتطلعها في علب لو انت هتعمليها مشروع طبعا فكرة بسيطة وانا كنت مستنيازتي فيجي عشان ابدأ فيها مربحة جدا ما كلفتنيش حاجة البطيخ باكله والباقي بشيله وبعمله بالطريقة دي اي بطيخ اجيب كمية باكلها والباقي اشيله عشان اعمله بالشكل ده طبعا هنا ده العسل الكولوكوز ده انا عملته معاك في البيت طبعا خدت معلقة كبيرة الناس اللي ما شافتهوش هسيب لها اللينك بتاعه في صندوق الوصف مهمة العسل هنا بيحفظ لي الفاكهة بتاعتي وكمان عشان بيديني طعم حلو جدا وعندي هنا ربع معلقة من ملح اللمون ملح اللمون بتاعه هو المادة الحفظة اللي هاحفظ بيها الفواكه بتاعتي مهم جدا ربع معلقة دي قلبت كل المقدار طبعا والسكر طبعا لما نزل عليها اديني المادة اللي انت شايفها هي دي المادة اللي هتزبط للطعم وهتنقل البطيخ بتاعي لطعم الفواكه بزبط لو جربت يا جماعة الطريقة دي بجد طحفة ومش هيفرق عن الجهز باي حاجة بالعكس الجهز مش هيتلع حلو زي اللي انت هتعمليه وتحدي وجربي حتى في كبيتين عشان تعرفي طبعا بدأت بقى سيبه يغلق خالص انا عاوزة الشربات بتاعي ده يتشرب خالص طبعا بقى نكهي باي حاجة انت بتحبية انت ممكن بقى تنكهي كل لون من الالوان اللي عاملة حسب النكهة برطقون مانجا دي مناكهات موجودة طبعا عشان انا بقى زي ما انت شايفك بحطيت الفانيني لانها بوحد بيها كلها طحفة ريحة مش عارفة اقولك عاملة ازاي طبعا انا بقلب فيه كل فترة كده عن النور متوسطة انا عاوزة العسل بتاعي او الشرنباط او السكر ينزل منه يتشرب كله هو ده اللي هيديلي الطعم ويحاول لي الطعم بتاع البطير بتاعي للمادة المسكرة او الفواكه المجففة اللي احنا بينجبها وجربي وتحدي واعملي زي ما قلتلك في خباية صغيرة وهتشوفي النتيجة عاملة ازاي زي ما قلت لحضرتك الموضوع ده مفهوش مقدير اي كمية عند حضرتك بتاعيريها وبتحط نصها في الاول مية عشان يستوي وبعد ما بتسويه نص سوا بتصفيه والنص التاني بتحطيه نفس المقدار ده السكر البوضة يعني بتاعيري الموضوع بتحط نص سكر طبعا هنا عملت كمية الوان حلوة جدا مبهجة نفس اللي بنجيبها من بره طبعا قسمت اربع الوان ودولة الوان اللي موجودة وشلت شوية باللون الاصلي بتاعي لو عازت سيبيه على اللون الاصلي حاجة ترجعلك بس انا بعمل الاشكال اللي انت شافها زي احنا بنشتراها من بره بالضبط طبعا هنا جبت البولة وكل واحدة لازم تستخدمي لها المعلقة الخاصة بيا عشان ما تلغبطيش وتضيع الدنيا وبهدل الالوان كل حاجة بيبقى لها معلقة طبعا دي الوان صحية انا بجيبها بتتباع ما فاش اي درر الوان صحية مصرح بيا بحط على الكمية اللي انت شايفها دي بقى حسب ما اللون اللي قدامك بتشوفيه يعني الكمية اللي قدامي دي خدت تلات نقاط بالضبط انت حضرتك بيتحكيمي في اللون وحسب الكمية اللي قدامك انت بتختار درجة اللون والدرجة التعطي انا بقولك الكوباية اللي عندي دي حوالي كوباية خدت مني تلات نقاط بالضبط وافضل اقلب كويس جدا عوزة امزج اللون عشان بصي شايفة شكله عامل ازاي كمان لما بقى بيهدى وبينشف يبقى شفتي شكله عامل ازاي قلبت كويس جدا مهم جدا انت افضل تقلبي فترة كويس انا عاوزة كله ياخد نفس اللون اهم حاجة خلي بالك من الخطوات اللي انا بقولها دي لازم تقلبي جدا لما تحس كل حبية تشربت اللون بتاعك عملت كده اول لونين لكنهم اجيب الاتنين التانيين انا شلت واحدة باللون الاساسي الاساسي بتاعها هي شكله بنول اساسي بتاعه طوحفة برضو بس طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل عشان بيه فبنعمل زي اللي بتاع بره بالزبط طبعا ده اللون الازرق طبعا الازرق بيختلف شوية ممكن تحتاجي لون اكتر شوية عشان يبان الاخدر والاهمل لقط معي بسرعة لكن الازرق خد اكتر حوالي اربع نقط عشان يديني الدرجة اللي انت شايفها بالزبط اما حاجة النقطة اللي تحطيها ما تستربعيش تحطي لقطة نقطة وتقلبي لغاية ما توصلي اللون اللي انت عاوزاي كده اللون الازرق خد مني اربع نقط عشان يباني اللون دوت قلبت كويس جدا زي ما انت شايفها وابدأ بقى هلون التاني طبعا ده اللون الاصلي هحط برضو الاصفر هو عشان مدي شوية سنة صفار بس عشان الكاميرا مبينة كده بس هو مش اصفر اوي هو لون مفاتح عن الاصفر بكتير فانا هنزل كده الاصفر برضو احتاج منه اربع نقطة عشان اللون يبان اكتر وافضل قلب كويس جدا طبعا با يا جماعة تمنى منك لو الوصفة بتاعت النهار ده او المشروع بتاع النهار ده عاجبك ياريت تعملي لايك وتكتبيلي تعليق وتشترك في القناة عشان يوصلك حاجات كتير انا حبيت افيدك بالتجربة اللي انا عملتها ونجحت معايا جدا طبعا زي ما انت شايفة خلصت كل الالوان هجيب بقى صانية جبيرة عندك اي صانية يكون عندك اي حاجة بتحطي على ورقة زبدة عشان تنشفي بيها الفواكي بتاعتك مهم جدا يا جماعة عشان تنشف معيك ده السر اللي هيديكي الشكل زي بتاع برا وشفتي انا متكتهالك في اول الفيديو ما تطلعش في ايدي وعلى ضمون وطح فأب جد وان شاء الله هعملك بيها كيك حلو جدا باذن اللي عشان تعرفي طبعا بقى جبت زي ما انت شايفة بقى حاول بقى حط الكمية اللي عندي مش في انت هتعملي كمية عد ايه طبعا انا وراتي بس انا بعمل كمية اكتر من كده بس انا حبيت اوريكي عشان اوريكي كل الالوان كلها جنب بعض بنسل كده على ورق الزبدة وخلي بالك ان المعلقة كل لون تستخدمينه المعلقة بتاعته اوعدت لقبطي عشان الالوان ما تخشش على بعض وتهضر معك ده طبعا اللون اللي هو العادي ضربة اللون بتاعته للناس اللي حابة بقى تسيبه كده ممكن تسيبه كده ما فيش اي مشكلة بجد طحفة انا ماشى معاك بالخطوات واحدة واحدة عشان تتلعب نتيجة حلوة جدا طبعا الفواكه المجففة دي عشي الاطفال والقبار طحفة في الحلويات وفي الكيك بجد وبطريقة ما كلفتناش اي حاجة بقشر بطيخ اللي احنا كنا بنرميه يعني ما كلفتناش صراحة في ناس بتعملوا بقشر كنتلوب صراحة يبقاش حلوة لان الكنتلوب بيقاطر شوية عن البطيخ ايش البطيخ بيبقى متماسك شوية وبعيش معيه فترة اكتر طبعا بدأت كده ارس كده بفرع على قد مقدر وحاول ما جيبشي الالوانة على بعضها انا باوريتك كل الالوانة عشان هوريكي الشكل عامل ازاي الطحفة ببدأ كل بولر بنزل لوحدها باللوم بتاعها على جمي زي ما انت شايفها نسيجة حلوة ومضمونة ان شاء الله فكرة لا يست في البيت عاوزها تساعد نفسها من غير ما تعمل اي حاجة من غير اي تكلفة الازايز الالوان دي انا جايبها بقالها اكتر من شهرين باخد مقطة بس يعني بقالها كتير معي يعني لو جبتي هتوعد معاكي سنة يعني مش هتكلفك غير مرة واحدة بس في الاول ده اللون الاصفر لو انت خدت بالك ان اللون التالي الاساسي بتاعه فتح شوية خالص في لما بينشف بقى هايبان ده بقى السر سيبيه حضرتك ينشف خالص اوه اتيجي جنبه قال لما ينشف خالص طبعا لو عندك تكيف هتحطي نفس ساعة لو مش تكيف ممكن تشغل على المروحة بيتيه ليلة كاملة انا عاوزة ينشف خالص امسكه في ايدي كده اجف ركو واشيله يكون ناشف مفهوش اي حد شايف المنظر لازم تمسكي كده تلاقيه ناشف في ايدي تبصي عامل ازاي بصي مفهوش ولا باقع لون ودي الورقة اللي انا غيرتها انا في نص اليوم لقيت الورقة دي شربت جامد الالوان الزيادة شلتها ونقلتها وحطيت على ورقة نظيفة عشان اضمن انه هو ناشف كويس جدا مفهوش اي لون شايف المنظر عامل ازاي بصي بمسك الون الالوان ايدي مفهاش اي حاجة ولا طبعة معي وطبعا ما شاء الله بصي بادوس عليها مرة واثنين اللون سابت في ايدي ولا طرع ولا اي حاجة طعم طحفة وشايف اللون واخد درجة تحسي بجد احلى من بره بكتير نشف خالص جدا زي ما انت شايفه مفهوش اي حاجة اهم حاجة لازم تسيبه ينشف خالص هبدأ بقى هشيل ده عشان دي للناس اللي حابة بقى الالوان السيدة لو حابة تشيله كده في علم الوان سيدة كل لون لوحده حسب شوفي بقى الطرابية اللي بيجيلك عاوزة كل لون لوحده عاوزة مشكل انت حورة انا طبعا شلت جزء والجزء التاني ببدأ اقلب فيه زي ما انت شايفه متهيقل يا جماعة لونه طحفة ومشاء الله عليه احلى وانضف من بره يعني بره ما بيجيش بالنظافة والحلاوة اللي احنا بنعملها دي طحفة بجد شايفة الشكل وشايفة ايدي عاملة ازاي لطبعت ولا حصل لها اي حاجة طحفة بجد واذا ما قلتلك بقى للعود شايفة نص بطيخة تلعيت لكمية دي ما لو عملت بطختين ثلاثة هيفضلوا معاكي طول السنة يعني ما شاء الله ولسه كمان الكمية دي هقطع منها حاجات صغننة وحطها في علب دي بقى للتعبية وللبيع يعني كل قطعة تقطع منها الثلاث قطع يعني هتديك ضعف الكمية دي من حاجة ما كلفتناش اي حاجة ولا اي مقدار ولا اي ادوات في حاجة في البيت سهلة وبسيطة ممكن تستخدميش الورقة الزبدة ممكن تستخدمي اي ورق عندك يكون ابيض بس تتنشفه علشان ما يطبعش معاكي شايفة الالوان انا بشيله على ايدي لا طبع ولا حصل له اي حاجة هبدأ بقى اشيل دي بقى العلب احنا بنجيبها من عند بتوع الحاجات الاكياس دي علب بيبعوه فيها العلبة الصغيرة دي بتتبع في المحلات 150 جرام ب15 و20 جنيه حسب المنطقة شوفي بقى انت هاخد شوية قد كده حطهم في العلبة دي مش هيعملوا كبشة في ايدي لو شوفي بقى بيعت العلبة دي ب15 جنيه او بسعر اقل شوية شوفي هتطلع لك مكسب قد ايه بص بقى لسه في كمية قد دي هتتقلب تاني بعد كده هتحفظيه هتبيعيه بالشكل ده هتحفظيه كمان زي ما قلت لك اثناء التعبية انت هتقطع اكتر اقل من كده كمان طريقة سهلة ومشروع مربح وان شاء الله لو جربتها عجيبك جدا هتمنى منك بقى لايك واشتراك وتكتبي لي رأيك في الوصفة بتاعت النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة اشتركوا في القناة